اشتركوا في القناة رئيس مجلس ادارة المجلس وبهذه المناسبة اكد سمو المحافظ انه لا تنافس اسمى من التنافس على حفظ القرآن الكريم والمحافظة الجنوبية تثمن المبادرات الخيرية والمسابقات الدينية تزامنا مع شهر رمضان المبارك منوها سمو الى حرص المحافظة على التعاون مع المؤسسات الاهلية والاجتماعية لتبني المبادرات والفعاليات التي تهدف الى نشر الخير والعطاء وتشجيع روح التنافس بين افراد المجتمع لافتا سمو الى ان تنظيم جائزة القرآن الكريم لمجلس دول الاسيان والبحرين يأتي في اطار الدعم والاهتمام المستمر الذي توليه المحافظة الجنوبية في مجال تحفيظ وتجويد القرآن الكريم ونشر علومه واضف سمو ان رعاية هذه المسابقة تأتي انطلاقا من واجبنا الديني بالاهتمام بالقرآن الكريم وتكريم حفظته وإيمانا بان هذه المسابقات تعد المنطلق الثابت للاسهام في تشجيع الناشئة على حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وتعزيز مبادئهما وبالتالي الانتشار الكبير للمراكز والحلقات القرآنية في مختلف مناطق المحافظة واشاد بالمشاركة الفاعلة من قبل المتسابقين والمستوى الرفيع الذي ظهروا به خلال تصفيات الجائزة مثمنا سمو في هذا الصدد جهودا لجان العاملة في الجائزة مما كان له الاثر الطيب في انجاحها واظهارها بالمستوى الذي يليق بمكانة القرآن الكريم في قلوب الجميع وفي ختام الحفل تسلم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة ديرعان تذكارية من الشيخ دعيش بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة مجلس دول الأسيان والبحرين وذلك تقديرا لجهود سموه في دعم البرامج والفعاليات التي تشهدها المحافظة الجنوبية وتضمنت نتائج الجائزة حصول المتسابق الشهرون صالح من اندونيسيا على المركز الأول فيما حاز المتسابق محمد بنجلان من الفلبين المركز الثاني وحاز المتسابق حسين سامو من تايلاند المركز الثالث موسيقى هذه المسابقة هي بادرة من مجلس دول الأسيان والبحرين في إقامة مسابق أورآني لدول مجلس الأسيان طبعا هذه الدورة الأولى قيمت باستضافة خمس دول بالإضافة للبحرين ماليزيا، اندونوسيا، الفلبين، تايلاند، بروناي والبحرين طبعا الفكرة أنه يرشح من كل دولة أربع متسابقين في تلاوة القرآن الكريم وتم تصفيات كل يوم بمعدل متسابقين من كل دولة يعني 12 متسابق كل يوم فيومين صفين للمتسابقين وتم ترحيل أفضل متسابق من كل دولة فبالتالي رح يمثل كل دولة متسابق واحد في التصفيات النهائية الستة كانت منافسة قوية جدا جدا والدرجات متقاربة بين المتسابقين لكن لا بد هناك من الفائزين ولا خاسرة مع القرآن الكريم فالكل فائز ما دام أنهم شاركوا في مسابقات القرآن الكريم الحمد لله اليوم أصبحت مملكة البحرين محط الأنظار في المسابقات القرآنية الدولية من حيث المشاركة تحقيق المراكز المتقدمة الأولى اليوم المتسابقين البحرينيين أصبحوا يعني يثبتون في مثل هذه المسابقات يثبتون أنفسهم ويرفعون اسم مملكة البحرين عاليا إضافة إلى المشاركة أيضا في تحكيم هذه المسابقات القرآنية تدعى إليها مملكة البحرين واليوم إحنا انتقلنا إلى مرحلة متقدمة في تنظيم مسابقات قرآنية دولية على أرض مملكة البحرين وإن شاء الله إلى مزيد من التقدم ومزيد من إثبات مملكة البحرين في مثل هذه الاحتفالات القرآنية الدولية سررت بقدومي إلى مملكة البحرين للمشاركة في جائزة القرآن الكريم لمجلس دول آسيا والبحرين طبعا أشكر أولا اللجنة المنظمة وأشكر كل من سهم في إنجاح هذه المسابقة وطبعا سررت مسرور جدا بقدوم إلى مملكة البحرين وكانت هذه المسابقة قوية جدا بمشاركة بعض من دول آسيا ومشاء الله البحرين كان أداء قوي جدا وإن شاء الله أسأل الله أن نديم هذه المسابقة لسنوات عدة إن شاء الله اشتركوا في القناة